استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنشدة طفل فلسطيني مصاب فيه على عدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووجه الرئيس السيسي باستقبال الطفل الفلسطيني المصاب الذي واجهه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفية المصرية كما وجه رئيس السيسي الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديث لولادة من قطاع غزة أنا والله بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحكي له أنت يعني أب للمصريين وللفلسطينيين وانت غمرتنا بلطفك وشكراً إلك أنك أنت لبيت النداء روحت أولي على نار يعني أنا أكل كل الشهدات صعبة وماتوا استشهدوا اللي أنا ضلنا يطني والجد أنا بتمنى تزراولي عظم أمشي حكومة مصرية على رأسنا من فوق ودائماً مثبتة وجودها ودائماً سندانة ودائماً إحنا بحسب الأمان بوجودها ومجرد كلمة بتحكيها بتسندنا بالكلام والفعل والإمكانيات وفي كل إمكانياتها المصر للأمانة وطن التاني بعد تبرو السند التاني بشأن الحالي كل شعب فلسطين إحنا عنا إياه في البرتبة الأولى تهد يعني كنا خايفين قاتل المستشفى ينقصف حاجة ما وصلت هنا حسيت بالأمان وجيت على المستشفى وأول شي ما قطعوهاش ركبوه لأفسر الشوك حديد في الرجل بعدين فكوها كانت بتسيّل دم ودونا على المستشفى مبارك التاني ورجعونا تاني ورحت أعملت عملية في الرجل وأنا مبنج اطلعت من العملية بعد ساعة ساعتين صحيت وأنا على السرير طلع طلع هيك ما فيش رجل أقول لأخويا وين